الموضوع الاهم انضمام مصر للدعوة المقامة ضد اسرائيل خطوة شديدة الاهمية خطوة بالغة الضرورة واقدر اقولك انه اثارت قلق حقيقي لدى الاسرائيليين لا يوجد في الدخل الاسرائيلي ولا في الصحافة الاسرائيلية ولا لدى السياسيين او المهتمين بالعمل السياسي الاسرائيلي حديث اعلى من الحديث حول انضمام مصر للدعوة اللي اقامتها جنوب افريقيا ولازم تبقى انت فاهم ليه الدعوة اللي قدمتها بالاساس جنوب افريقيا بالتأكيد دعوة مهمة جدا وجنوب افريقيا الحقيقة والفريق القانوني اللي ترفع في هذه الدعوة فريق كان عظيما وقدموا الحقيقة مجموعة من المعطيات بالغة الاهمية لكن انضمام مصر للدعوة بيخلق لها زخم مختلف وزخم اعلى وبيخلق كثافة سياسية حول الموضوع ليه بقى خلي بالك انت بتتكلم على جمهورية مصر العربية التي حاربت اسرائيل وانتصرت في هذه الحرب ثم جمهورية مصر العربية التي دخلت مع اسرائيل في مباحثات السلام وصولا الى اتفاق السلام الشهير تسعة وسبعين وبناء على حالة الحرب فالنصر فاتفاق السلام مصر عملت لنفسها تموضع امام العالم انها الدولة التي لا تسعى الى نزاع لا تسعى الى حروب على الاطلاق بل هي تجنح دائما الى السلام بل انها زادت من هذا التموضع بمرور الوقت ووصولا لانه العشر سنين اللي فاتوا مصر خدت خطوات شديدة الجدية وفي نفس الوقت شديدة الفاعلية باعتبارها البلد الذي يريد تصفير مشاكل المنطقة بالكامل بل ازيدك من الشعر بيت مصر تريد دائما بل وتسعى دائما وتشارك دائما في حل النزاعات الدولية ويمكن تتذكروا حتى كلام الرئيس في شرم الشيخ في نوفمبر في شرم الشيخ في كاب 27 عندما تحدث عن الازمة الروسية الاوكرانية وضرورة مصر وانه مصر مستعدة للدخول كطرف نزيه لنزع فتيل هذه الازمة قدر المستطاع فوجود مصر في هذه الدعوة بيقول للعالم ان هذا الطرف النزيه وان هذا البلد الذي طالما سعى للسلام وان هذا البلد اللي رئيسه وقائده يتحدث دائما عن الحلول السياسية هو حاضر على طاولة المجتمع الدولي امام هذه المحكمة محكمة العدل الدولية لان هذه البلد الذي اقامت هذه المعاهدة ترى ان الكيان الصهيوني يقوم بجريمة الابادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني خاصة ان مصر هي الطرف الرئيسي والاول والمركزي في ايصال المساعدات الانسانية حل هذه الازمة والمأساة ان استطعنا الحل نتمنى ذلك بل ان مصر كمان هي الطرف الرئيسي والمركزي والقائد في مباحثات الحل وصولا الى حل الدولتين وصولا الى حل الدولتين وصولا الى حل الدولتين